أكد رئيس البعثة الطبية المصرية دكتور عمر رشيد أن عدد الحالات المحتاجزة بالمستشفيات السعودية بدأت تتماثل للشفاء وباقي بالمستشفيات 131 حالة وحالتهم مستقرة ويتم خروجها تباعا وأشار رئيس البعثة الطبية إلى تواصل عمل عيادات البعثة حتى رجوع كافة الحجاج المصريين إلى الوطن مع ختام الرئيس المقدسة وإنهاء مناسك الحج اختتم ديوف الرحمن من الحجاج المصريين زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيل مغادرتهم لأرض الوطن البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة شهدت عياداتها الطبية إقبالا غير عادي من الحجاج المصريين لتلقي الخدمات الإلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة من خلال كوادرات طبية المتخصصة التي تحولت لخلية نحل حالات العيادات الأول ابتدت تقل والتبعية لكن احنا متواجدين في العيادات من الحد آخر مواطن مصري يخرج يرجع على مصر على خير بإذن الله آخر حاج مكملين ومؤمنين الكشفات في العيادات أما بالنسبة للحالات المنومة في المستشفات احنا الحمد لله كل يوم الحالات بتخرج وبترجع على مصر واحنا منتبعها احنا نبارح على سبيل المثال كاننا 161 حالة النهاردة 130 حالة يعني فيه 30 حالة قارجوا لمستشفات خلاص وفي طريقهم للرجوع لمصر بإذن الله سالمين يعني ومتبعين يوم بيوم الحالات اللي في المستشفات سواء اللي في الوحدات أو الفرعات اللي بيتحضر نفسها للخروج ومتبعين مع دكاترة الحالات لما تخرج لحد ما ترجع على مصر بإذن الله تلعت عيادات في المنطقة المركزية بتخدم أكبر مكان فيه فنادق في المدينة المنورة وإحنا في الفترة دلوقتي بعد عودة الحجيج من مكة عشان يستكملوا المناسك في المدينة المنورة بدأ الإقبال على العيادات بيزيد أكتر ونوعية الأمراض بتختلف لأن معظم الحجيج جايين طبعا بالأمراض التنفسية بالإنفلوانزا بالكحة ببعد ألم المفاصل طبعا والعضلات نتيجة المشي والمجهود اللي هما بزلوه في المناسك في المرحلة الأولى بنتابع طبعا الحالات الموجودة في المستشفات سواء كان تم تحولها عن طريق العيادات الخاصة بالبعثة وزارة الصحة المصرية أو المريض توجه بنفسه بنبدأ طبعا بالاستقبال والطوارق نشوف الحالات الموجودة في الاستقبال والطوارق نشوف حالتها إيه هل إن المريض هتكتب له خروج أم إن المريض هيبقى يتم حاجزه في المستشفى معظم الحالات التي استقبلتها عيادات البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة تعاني من إجهاد ونزلات برد وألام بالعظام نتيجة للجهد المبزول خلال أداء من مناسك نظام الحالات كلها جاية من الحج فهي أمراض الجهاز التنفسي أكتر وأمراض العظام الألام في العظام وألام الظهر وألام التهفع عصب النساء فالحمد لله بنكشف على كل الحجاج والأدوية الحمد لله متوفرة ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على أداء البيعصة الطبية المصرية لما تقدمه لهم من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة بيعصة ممتازة وبصراحة بيقوموا بأكمال وجهة بالنسبة للحالات إذا كانت في حالة مستدعية أن تروح مستشفى فبيأخذوها وداء المستشفى وبيتبعوها وبيتبعها حتى كمان في الغرف ربنا يديهم الصحة عملوا كل حاجة الخير والله يعلاقهم حلو وحطوا لي الجهاز وكويسي هنا الدين بسم الله ما شاء الله يعني هون أنا خدت دوام بارح وجيت كمل النهاردة كانش فيها حاجات تقالوا ليتعانا أخدها الصبح وجيت خدتها موجودة الحاجات كلها متوفرة الحمد لله رمينا مقابلتهم كويسة وبيتبعوها المطلوبة يعني صراحة ويختدم ضيوف الرحمن رحلتهم المقدسة بزيارة الحبيب خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ليكون مسك الختام تعين الله أن يتقبل منهم نسأل الله ذلك محمد حلمي التلفزيون المصري